تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مرسودي وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر واندونيسيا وصبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزيري الخارجية تبادل الرؤى حول آخر مستجدات قضايا المنطقة وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية حيث حرست الوزيرة الاندونيسية على الاستماع لرؤية المصرية إذا أسبل توصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود